وفي قراءة المتخصصة ذات صلة مباشرة بالحركة الرسمية لرأس المال حمل النائب السابق لمحافظ البنك المركزي أحمد لبريهي علي الولايات المتحدة مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار دولار لأن أجراءاتها تسببت بإخافة التجار وأربكت الأسواق العراقية وحمل لبريهي التدقيق الأمريكي الفائق للبيانات مسؤولية مباشرة بإخافة التجار والمصارف من أفذة البنك المركزية فتخل الكثير منهم عن طلب العملة الأجنبية ما أربكت تجارة ويهدد بمشاكل في تجهيز السلع مع احتمال ارتفاع أسعارها فوق المتوقع إذا ما أصرت الولايات المتحدة على عنادها وأضاف أن انتحاب الكثير من التجار وبقاء العرض من العملة الأجنبية زاد الفارق بين سعر السوق والسعر الرسمي وهذا من أشد أدوات الفساد فتكا بالجهاز المصرفي ما يستدعي الحياد في نزاع العلاقات التجارية والمالية ترجمة نانسي قنقر